حمد بن خليفة العطية الاسم الذي برز في التسريبات التي اثبتت ضلوع النظام القطري في شق الصف ووحدة الخليج العربي في المقام الاول والدول العربية من بعدها وكما اظهرت التسجيلات فان حمد العطية والذراع التي صافح بها تميم امراء الدم وقدم لهم دعما سياسيا واعلاميا حمد بن خليفة العطية العقل المدبر لتخريب الدول العربية وآفة قطر في كل ما يصدر منها من افعال دنيئة فمن هو ذلك الرجل؟ هو مستشار خاص لتميم بن حمد بدرجة وزير تم تعينه بقرار اميري في يونيو 2013 يوصل رسم سياسات لتميم رغم الفشل الذي منيت به مخططاته فيما يسمى بالربيع العربي يطلق اهل قطر عليه الامير الذي لم يبايعه احد فالعطية يحظى بافضلية كبيرة لدى الامير والعائلة المالكة باكملها ويبدو انه لم يكترث الى اية اخلاقيات او انسانيات فقط يسعى لارضاء المحيطين به حيث انه لم يصبح وزيرا الا بعد ان احسن التدبير في تنفيذ خطة الامير الاب في اكبر التجار على تنازل وبايع محلتهم التجارية في سوق واقف احد اسواق الدوحة بدعوة تحويله الى معهد التراث ليكتشف الجميع بعد ذلك ان ما هذا الا حجة واهية ودنيئة اذا انه اعاد تأجير ممتلكات التجار اليهم بعقود ايجارية مرتفعة السعر ليعيد الى خزينة الدولة ما دفعته من ثمن بخص للتجار اما صعيد العربي فلم يكن بمنأن عن شرور حمد بن العطية اذا انه تسبب في ازمة كبيرة في دول الخليج وقطر عام 2013 ما دفعت دول الخليج لمطالبة الدوحة بتوقيع على اتفاق يلزمها بعدم التدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي كما افادت تقارير لبنانية بطورة شقيقه عبدالعزيز بن خليفة العطية في عملية تمويل مباشر لجماعات ارهابية تقاتل في سوريا تحت غطاء احدى الجمعيات للمساعدات الانسانية وذلك عبر ادارة حملة تسمى ماهد اهل الشام التي كانت تقوم بجمع تبرعات في دول الخليج لتسليح الارهابيين في سوريا وعلى رأسهم جبهة النصرة وتدخلت قطر انذاك للافراج عنه بعد ان حكم عليه بالسجن سبع سنوات غيابيا مهددة بيروت بطرد ثلاثين الفا من مواطنيها ما لم تطلق صراحة عبدالعزيز بن خليفة شقيق المستشار الخاص لامير قطر المتورط في تمويل الارهاب اشتركوا في القناة